سلسلة مش أخبارنا بقى المرات دي الحقيقة فيه في نمازج مصرية مهم جداً إن احنا نحكي لكم عنهم ليه؟ وليه مهم إن احنا نسلط الضوء كمان على مسيرة كل واحد منهم لأن الحقيقة كل قصة منهم عبارة عن تفاصيل كتير جداً من الكفاح وتفاصيل كتير جداً من النجاح من ضمن النمازج الرياضية دي سيدة مصرية جدعة اسمها صباح عبد الحليم دي أول مدربة ملاكمة من الصعيد صباح مارسة ألعاب القوة في الإعدادي والثانوي والجامعة وكانت الفتاة الوحيدة اللي بتتأهل من بني سويف وحققت مراكز متقدمة في البطولات على مستوى الجمهورية بعدها لعبة ملاكمة وحصلت برضو على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية التحق البعدها بكلية التربية الرياضية وتزوجت وكافحت وهي طالبة ما بين طبعاً دراسة وشغل وحمل وبيت ومسئوليات جزها وقف جنبها وبإرادتها وبقوتها وصلت لحد ما بقت هي أول مدربة ملاكمة ونموذج مصري رياضي مضيح أنا بشوف دايماً أن يعني بيبقى فيه جزء كبير قوي على عيلة أي شخص ناجح سواء الزوج الأب الأم الأولاد يعني دايماً بيكون الشخص الناجح مش هو بس اللي ناجح لازم يكون في بيئة كمان بتساعد على ده فده مثال محترم مش بس لمرأ قدرت إن هي تصل لأ كمان لزوج ولعيلة محترمة ومتفهمة وبتشجع ويعني تحقى ليهم حقيقة أنا بحب جداً النماذج اللي نتشرف بيها كمان كسيدات يعني تحديداً هنا مصريات هنروح لنموذج تاني برضو محترم بصراحة وهو علم محمد زيادة هو فارس مصري رفع اسم بلاده عالياً بس هنا في الفروسية حقق إنجاز كبير جداً وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في العاصمة اليابانية توكيو ده هيكون سيف 20 أو 21 زيادة بدأ هنا الفروسي وهو طفل تعلمه كبر وهو بيعشق اللعبة دي الحد ما وصل النهار ده عنده 25 سنة ولم يتوقف عن ممارسة رياضة الفروسية منذ كان طفلاً نموذج ده بصراحة فيه تحدي وإصرار لكن الفكرة كمان مهم إن احنا نستمر الاستمرارية في هذا النجاح يعني أمر أعتقد أساسي فكل التوفيق ليه في إن شاء الله أولمبياد بقى توكيو نتمنى ليه كمان تحقيق يعني رانكينجز كويسة